اشتركوا في القناة وليست الأداة الصحيحة للقيام بهذه الخطوة وذلك لأنها تتسبب في تشقق للبلاستيك حيث أنه قد يتشقق في أماكن مهمة لذا قررت استخدام المشرط وقمت بقس القليل في كل مرة كما يمكننا إرخاء السامولة على ناحية اليوم من الكاميرا ورفع الكاميرا قليلا ومن ثم تعديل الصواميل أسفل الكاميرا لرفع الكاميرا إلى أعلى والحرص على إبقائها عالية بشكل كافي للتوصيل مع مدخل الـ USB وعلى لوحة الكاميرا هنا سنستخدم منفك البراغي لرفع صواميل الدعم تحت الكاميرا للأعلى ثم نتأكد من إمكانية وصل الكاميرا مع كابلة USB المصاغر أجل يمكننا وصلها بالكيبل وهذا أمر جيد سنقوم الآن بإعادة الصواميل إلى الكاميرا وإحكام ربطها نحن جاهزون الآن وبذلك أكون قصصة الفتحات حيث أريد وعند استعمال المشرط ينبغي أن تكون خبيرا في استعماله وترتدي نظرات حماية خاصة أن بعض أجزاء الإطار قد تنكسر وتتطاير إذا قمت بالقص بزاوية خاطئة يمكنك أن ترى مدى سهولة تهذيب الأطراف لأنه من السهل التعامل مع بلاستيك أستايرين لذا سأقوم بقص المزيد من البلاستيك مرة بعد مرة للتأكد من وجود مساحة كافية للمفاتيح أقص أكثر بقليل من البلاستيك المجددا وأحاول قصها بشكل يعطي منظرا جماليا وبالتالي نقوم بذلك بشكل منحني بدلا من الشكل المظلع ومن أجل توفير مساحة للأسلاك الخضراء علينا إزالة المزيد من البلاستيك لذا نحدد مكان القص باستخدام المشرط ومن ثم ننزع جزءا منها بكماشة القراص وهكذا اكتشفت الآن أن الكماشة تتسبب في تشقق البلاستيك لذلك فهي ليست جيدة كالمشرط إنها أسرع لكن قد تحدث تشققا في البلاستيك على أي حال لدينا الآن إطار خارجي للروبوت وينبغي التأكد من وضع المفاتيح والأسلاك بشكل صحيح وواضح ومن ثم نقوم بإزالة الزوائد لقد قلبنا وضعية الروبوت لنتأكد من وجود الأجزاء بالشكل المطلوب وأن كل شيء جيد لقد تمكننا من تهذيب الحواف ونقوم الآن بترتيب كل شيء وسنعيد وضع البراغي المثبتة للإطار في مكانها وبالتالي ننهي التعديلات التي أجريناها على الإطار الخارجي حسنا نقوم بإحكام البراغي وهذه هي التعديلات الأخيرة على أسلاك التحكم عيار 22 نتأكد من أن جميع الأجزاء تعمل ونثبت المفاتيح بإحكام لقد قمنا مسبقا ببرمجة شفرة على الأوردونيو لذلك سنضغط الآن على مفاتيح الصد ونرى إذا ما ستشغل المصابح ها هي ذا تعمل المصابح بشكل جيد وتحيط مفاتيح الصد بمقدمة ومؤخرة الروبوت وبالتالي نتأكد من أنه سيستجيب في حال استدامة بحائط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر